في هذا الفيديو سوف نرى مع بعض كيف سوف تحول صوركم لتصير بهذا الشكل و كله سوف يكون عن طريق الموبايل و بدون اي فوتوشوب دعوكم معنا فاصل و راجع يسعد الوقت معكم فادي من استيديو فيجين راجعتكم اليوم فيديو جديد مثل ما حكيت بمقدمة الفيديو سوف نقوم بعمل صورة مع بعض عن طريق الموبايل و بستخدام برنامج بيكس ارت بيكس ارت هو برنامج لتعديل الصور عن الموبايل متاح على بيئتي الاندرويد و الاي او اس يعني الايفون عن طريق هذا البرنامج فيكن تعمل ادت او تعديل صوركم بشكل احترافي بضاهي الفوتوشوب يعني اللي ما عنده خبرة بالفوتوشوب او ما عنده امكانيات ليشتري لابتوب او بي سي او كمبيوتر يعني ففيه يعمل ادت لصوره عن طريق بيكس ارت عن طريق موبايله و باي مكان و باي وقت و انا شخصيا بالفترة الاخيرة صرت استخدم هالبرنامج و عملاي عليه نتائج احترافية مثل ما راح نشوف مع بعض اليوم بهالدرس اذا كانت هاي اول مرة اليك عندي بالقناة و مهتم بامور التصوير والمونتاج والجرافيكس و مهتم تعرف عنهم بتمنى تعمل اشتراك بالقناة تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد مني اول باول و اكيد تعملوا لايك للمقطع لحتى تفيدونا و تستمر هالقناة و تقدم لكم فيديوهات تفيدكم و للمتابع حسابي على الانستغرام فيكم تتابعوني هنيك هنيك راح انشر يومياتي بشكل يومي و كواليس التصوير للمهتم بهالاصاص نحقوني على الانستغرام صراحة اذا عجبكم هالفيديو راح صير اعملكم فيديوهات على نفس البرنامج لتقدروا توصلوا لصوركم بشكل احترافي باكتر و تقدروا تخلوا رفقاتكم يندحشوا او ينبسطوا للنتائج التي تعملوها على موبايل الطريقة التي نعمل عليها هي أن نأخذ صورة لألنا شخصية و نفرغ الصورة عن طريق بكس ارت يعني نازل شخصنا عن الخلفية خاصة جزء الراس و بعدين هذا الجزء سنعمل عليه اسمه لطبقات و بين هذه الطبقات سنضع طبقات ثانية لتعطينا شكل 3D للراس هوم الطاع سنتقل الشاشة الموبايل و نرى مع بعض كيف سنحويل صورتنا الشخصية لشكل احترافي مثل ما شفنا بأول الفيديو و برجع لكم بعدين يلا دعونا نبدأ ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة